السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا العزاء طلاب الصف الثالث السنوي معكم فيديو جديد. بنبدأ في كتاب افو جادرو في المراجعة. كتاب افو جادرو من الكتب الرائعة. اعداد واسئلة جيدة جدا. لاسئلة التي تتماشى مع النظام التعليمي الجديد. والمعدين بتقول ناس كلهم افاضل. بنشكرهم طبعا على الاداء الجيد الموجود في هذا الكتاب. نبدأ النهاردة الحلقة رقم واحد. هنحل البوكلة رقم واحد على العناصر الانتقالية من صفحة تمانية لصفحة عشرة. اول سؤال بيقول لي السلسلة الانتقالية الثانية تنتهي بعنصر انتقالي. طبعا انت عارف ان السلسلة الانتقالية التانية بتنتهي بعنصر الكادميوم تمانية واربعين. ولكن الكادميوم عنصر غير انتقالي. قبل الكادميوم على طول موجود الاي جي اللي هو الفضة بيبقى سبعة واربعين فهو عاوز العنصر الانتقالي فنختار له لاختيار جي. نروح بعد كده للسؤال رقم اتنين. بقول له عنصر في الدورة الرابعة. يبقى السلسلة انتقالية اولى. وفي العمود رقم اتناشر طبعا العمود رقم اتناشر اللي هو المجموعة بي. يبقى هو هناك كده بتكلم على الخرصين زد ان تلاتين. من الجدول الدوري فان التوزيع الايوني. طبعا احنا لو وزعنا الخرصين زد ان تلاتين هيبقى توزيع ارجون تمنتاشر. بعد كده ده كده حضرتك التوزيع بتاع العنصر. اما زد ان موجب اتنين اللي هو الايون الوحيد الموجود للخرصين. هيفقد الاتنين بتوع الاس فهيبقى ارجون تمنتاشر. طبعا الاختيار بتاعنا هيبقى الاختيار بقى. نروح بعد كده للسؤال رقم تلاتة. بقول ازا علمت ان التركيب الالكتروني الخارجي لايون العنصر اكس. طبعا العنصر اكس هنا عدد اكس ده هيبقى بموجب اتنين لان مجموعة الفوسفات بتلاتة. فطبعا هنا العنصر بتاعنا ده او الايون ده هيبقى اكس موجب اتنين. هو سري دي ساكس. فان اكس هو. طبعا احنا لو قلنا العنصر اكس هيبقى توزيع ارجون تمنتاشر. بعد كده هيبقى في هنا سري دي ساكس. هنرجع الاتنين اللي كان فقدهم يبقى 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 العنصر ده عدد الزر ستة وعشرين. وهيبقى موجود فيه ست الكترونات في المستوى الفارعي. ست الكترونات في المستوى الفارعي سري دي. بقول له هنا فان العنصر اكس يحتوي على كم الكترون? هنقول له ستة الكترون اللي هو الاختيار الف. سؤال رقم اربعة بقول له اي المركبات الاتية يمكن الحصول عليها بالتفاعلات الكيميائية? طبعا احنا عندنا هنا كده ما فيه السوديوم سنائي. يصعب الحصول على السوديوم السنائي في الظروف العادية لانه بيتسبب في كسر مستوى طاقة مكتملة. ويصعب الحصول على الالمونيوم الرباعي لان خروج الكترون رابع من الالمونيوم بيتسبب في كسر مستوى طاقة مكتملة. وكذلك يصعب الحصول على سكنديوم رباعي لان حالة التأكسد الوحيدة للسكنديوم في الظروف العادية بيكون موجب تلاتة واربعة هيؤدي لكسر مستوى طاقة مكتملة. يبقى كده ما عادش غير النحاس الاحادي. بالاختيار بتاعنا يكون الاختيار ده. صار رقم خمسة بيقول له عدد تأكسد الكروم في مركب كولوريد الكرومل اللي هو سي ار او تو سي ال تو هو. طبعا احنا عندنا هنا الكولور بيبقى سالب واحد في اتنين يبقى بسالب اتنين. الاكسوجين سالب اتنين في اتنين يبقى بسالب اربعة. مجموعة دول ان سالب ستة يبقى الكروم موجب ستة. يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار ده. نروح بعد كده لسؤال رقم ستة على عدد التأكسد. ايا مما هل يعبر عن الترتيب الصحيح? حسب الخاصية البرا مغناطسية. الخاصية البرا مغناطسية تتوقف على الالكترونات المفردة. عند هنا سي او موجب اتنين هيبقى عنده الالكترون مفرد في الدي لان الدي بتاعته بيكون فاتسعة فاقد واحد من الاس واحد من الدي. فيكون عنده الالكترون مفرد. الفناديو موجب اتنين بيفقد الاتنين بتوع الاس فبتبقى عنده تلات الالكترونات في الدي فبيكون عنده تلات الالكترونات مفردة. القروم موجب اتنين بيفقد واحد من ال S و 1 من ال D فتبقى عنده في ال D 4 يبقى عنده 4 الالكترونات مفردة مانجنيز موجة ب камن 2 بيفقد ال 2 بتوع ال S فتبقى عنده في ال D 5 الالكترونات ويبقى عنده 5 الالكترونات مفردة فهتلاقي الخامسة أكبر من الأربعة أكبر من التلاتة أكبر من الواحد وبالتالي هتبقى الخاصية بوارى مغناطيسية زي ما هي مترتبة في الشكل سورة رقم 7 بولاية من الأزواج الأسجاه له نفس التأثير المغناطيسي غالبا يعني عنده نفس عدد الإلكترونات المفردة عنده هنا 25 موجب 2 يعني فقد الاثنين بتوئل S فعنده خمس إلكترونات مفردة في الD هنا 24 هيفقد واحد من الS واثنين من الD فهيبقى عنده ثلاثة إلكترونات مفردة يبقوا كده مش متسويين عنده هنا السي 22 هيفقد الاثنين بتوئل S فهيتبقى عنده اثنين في الD 24 هيفقد تلاتة فهيتبقى عنده ثلاثة في الD فهيبقى كده مش متسويين 21 هيفقد الاثنين بتوئل S والواحد بتاعة D فالD بتاعتها تصبح فاضية 23 هيفقد اثنين من الS وواحد من الD فهيتبقى عنده اثنين في الD يبقى برضو مش متسويين هنا بقى الD 23 هيفقد تلاتة يعني هيفقد اثنين من الS وواحد من الD فهيتبقى عنده اثنين في الD هنا الف اتنين وعشرين هيفقد الاتنين بتوع الاس فيتبقى عنده اتنين في الدي يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار داي. نروح بعد كده للسؤال رقم تمانية. بيقول لي هنا اذا علمت ان اكس وواي وزد عناصر انتقالية متتالية تقع في الدورة الرابعة يعني سلسلة انتقالية اولى. والعنصر واي هو احد في الازات العملة. وبيقول لي واي اكبر من الاكس اكبر من الزد في العدد الزري. يبقى انت عندك واي اكبر من الاكس اكبر من الزد. انت عندك هنا الواي يضون في الازة عملة. يعني في المجموعة وان بي. قبل المجموعة وان بي. اللي هو طبعا ده هيبقى النحاس. قبله بقى مباشرة هيبقى الاكس قبله الزد. يبقى هنا كده الاكس. وبعدين عندك كده كمان من الزد. لو احنا قلنا ده نحاس. يبقى اللي قابله نيكل يبقى اللي قابله كوبلت كده العناصر بتاعتنا بقول لك يستطيع عمل مركبات XO و XO يعني العنصر X اللي هو النيكل بيبقى عنده نيكل سنائي ونيكل هنا أحادي طبعا ده تكافؤ وكده هيبقى تحت الأكسجين هيبقى أحادي طبعا ما فيش نيكل أحادي يبقى الأولى ده غلط وي جميع مركباته ملونة وي اللي هو النحاس جميع مركباته ملونة هقوله لا المركبات الملونة اللي بيكون فيها النحاس سنائي أما النحاس الأحادي دي بتاعته بتبقى عشر إيبقى دي مش نافع زد جميع مركباته بارة وملونة زد اللي هو الكوبلت جميع مركباته هتبقى بارة وملونة طبعا ده الاختيار الصحيح ليه؟ لأن انت عندك الزد ده الكوبلت وجميع مركبات الكوبلت بتبقى ملونة لأنه ما بيصلش الى حال التأكس وتدل على خروج جميع الالكتروناتو زي العناصر اللي قبله. طيب هنا عندي بيقولي الاكس اكبر من الواي في الكتلة الزرية. لا الاكس اقل من الواي انيك الاقل من الكوبلت في الكتلة الزرية وذلك بسبب ان هو ليه خمس نظائر مستقرة. المتقصة الحساب الكتلتها بيساوي تمانية وخمسين وسبعة من عشر. او سبعة وخمسين وتمانية من عشر. السؤال رقم تسعة بيقول لي يعاني مرتاد الشواطئ صيفا من شدة اشعة الشمس فمن الممكن حل هذه المشكلة باستخدام مستحضرات تجميل طبعا فيها التيتانيوم الرباعي لانه بيبقى ساني اكسيد التيتانيوم اللي هو تي اي او تولى وحساب تعادل التيتانيوم فيها تلاقي موجب اربعة. سؤال رقم عشرة. بول الجدول اللازي امامك يوضح جهود التأيون الخامسة الاولى لعنصر انتقالي اكس. يقع في الدورة الرابعة. فايا من الات صحيح بالنسبة لعنصر اكس. طبعا احنا لو جينا نشوف كده الجهود التأيون ادى ستمية الف ومتين تقريبا في تضعف. الفين تلتمية تقريبا في تضعف. سبعة تلاف. لا السبعة تلاف ده كبير جدا يبقى هنا كده. الرابع ده هو انكسر مستوى طاقة مكتمل. طيب يبقى كده كان عند اخر حاجة تلاتة الكترونات. طبعا هو بيقول لي في السلسلة انتقالية الاولى هقول له ده السكان دوما رايز. طيب. بقول لي جميع مركباته هنا في اي العبارات الاتية الصحيحة بالنسبة لعنصر. جميع مركباته ملونة اقول له لا ده غير ملونة. يبقى دي مش نافع. يتشابه مع العنصر واي تسعة وعشرين في عدد الالكترونات المفردة. طيب تسعة وعشرين اللي هو النحاس. عنده كم الكترون مفرد? عنده الكترون مفرد. طيب النحاس عنده الكترون مفرد. ويه بيبقى برضو عنده الكترون مفرد. ازاي مستر? توزيعه بيبقى ايه? ارجون تمنتاشر. عنده الكترون مفرد اهو. النحاس بيبقى ارجون تمنتاشر. هنا الكترون مفرد وهنا الكترون مفرد يبقى كده تمام طيب بقول لي هذا العنصر يتشابه مع العنصر ايه تلاتين في حالة التأكسد لأ ليه لان احنا عندنا العنصر زد تلاتين زد ان تلاتين اللي هو الخارسين عنده حالة تأكسد بس موجب اتنين اما ده عنده موجب تلاتة يستطيع تكون المركبات الاحدية بيكونش احادي هو بيكون سلاسة بس يبقى ليش هتكون ديات ممكن تتكون يبقى كده ده الغلط سوى الرقم حداشر بيقول لي في تغير الحادث امامك ام ان تو او سري وام ان او هنا تحول المنجنيز من موجب تلاتة الى منجنيز موجب اربعة يبقى هنا كده منجنيز موجب تلاتة طبعا ده سليب اتنين يبقى لمنجنيز موجب اتنين من موجب تلاتة لموجب اتنين قال لعدد التأكسد يبقى كده حصل اختزال والاختزال هنا سهل طب ليه سهل لان هنا المنجنيز الدي بتاعته كان فيها اربعة هنا المنجنيز دي بتاعته فيها كم? خمسة. طبعا ده اكسر استقرار. طيب المنجنيز كده اكتسب كم الكترون واحد. يبقى هنا بقول لها عملية اختزال صعبة ولو لا. عملية اختزال صعبة ولو لا. عملية اختزال سهلة هختار له ما بين به وده. طيب بقول لها عملية اختزال سهلة واكتسب المنجنيز الكترون ولا اتنين لا الكترون واحد يبقى كده نختار له بقى. وزيادة عدد الالكترونات المفردة دي بمقدار واحد كان هنا اربعة بقى هنا خمسة. نروح للسؤال رقم اتنى عشر. مجاب سبعة. ده من جنيس. مجاب سبعة. ده موجود في البريمينجانات اللي هي كي ام ان او فور. واكس مجاب ست. طبعا ده هو نايب اكروب مجاب ست. موجود في ايونات لعناصر انتقالية في السلسلة الاولى حيث ان احد مركبات هذه الايونات يستخدم كعون مواقسة اكتبتهم لكم. فهي من الات صحيح. الاكس الواي يدخل في صناعة عقوات المشروبات الغزية اللي هو المانجانيز. بس في الحالة النقيقة. هقول له لا في حالة سباك مع الالمونيو. اكس يتشابه مع واي في عدد الالكترونات المفردة في سري دي. هقول له لا هو بيتشابه في عدد الالكترونات المفردة في سري دي. اقول له ايوة هي ده الاختيرة الصحيح. ليه? لان الدي بتاعة المانجانيز بيبقى فيها خمسة. الدي بتاعة الكوبا ايوة بتاع الكروم بيبقى فيها خمسة. والدي بتاع المانجانيز برضو بيكون فيها خمسة. اما مختلفين في عدد الالكترونات المفردة في الكل. فهنا بيتكلم على سري دي بل الاختيرة ده صحيح. طيب بقول له اكس يتشابه مع واي في عدد الالكترونات المفردة. هقول له لا. الاكس عنده اللي هو الكروم عنده ست الكترونات مفردة. واحد في الاس. وي خمسة في الدي. والواي بيبقى عنده سبع عنده خمس الكترونات مفردة بس. لان الاس بتاعته بيكون فيها اتنين. والدي بتاعته بيكون فيها كام خمسة. يبقى هنا خمسة فقط. ودول هنه هيبقى مجموعهم كام ست. يبقى جيم مش نافع عشان كده. بقول له ده البقى اكس اكبر من واي في العدد الزري. هقول له لا. الاكس ده. قلنا الكروم بيبقى اربعة وعشرين. والواي المنجنيز بيبقى كام? خمسة وعشرين. يبقى هي معكوسة. يبقى الاختيار بتاعنا بقى زي ما قال. نروح بعد كده للسؤال رقم تلاتة عشر. بقول لي اكس اس او تو. واي اس او تو. مركبان واستخدمان كمبيدات للفطريات. طبعا احنا عندنا هنا. ولكن المركب واي اس او تو يستخدم في تنقية مياه الشوق. يبقى ده سي يو اس او فور. وده هيبقى ام ان اس او فور. كابريتات مانجنيز وكابريتات نحاس. بقول لي هنا معنى ذلك ان اكس هو النحاس. لا واي هو النحاس. اكس هو المانجنيز. تمام? واي هو الخرصي. نقول له لا نحاس. يبقى ده غلط. اقصى حالة بتساوي اقصى حالة اقصى حالة اقصى لها بتكون مجاب سبعة. واي اقصى حالة اقصى لها بتكون مجاب اتنين. هقول له لا تساوي. بقى ده غلط. يبقى نختار له الاختيار نهو دال. اللي هو اقصى حالة اقصى لها اكس. اكبر من اقصى حالة اقصى لها لان ديت سبعة وديت اتنين زي ما قال. سوى الرقم اربعة واشر. بقول لي البطارية السائلة بها عيوب كثيرة. وتم حل هذه المشكلة باستخدام بطاريات اخرى ويدخل في تركيبها عناصر تقع فيه. طبعا احنا عندنا الكادميوم ده في المجموعة توبي. وعندك بطاريات النيكا الكادميوم يبقى النيكا الموجود في المجموعة هي الثامنة. تمام كده? فبيقول لي هنا هيقع في المجموعة التامنة فقط هقول له لا. المجموعة توبي فقط هقول له لا. المجموعة التامنة او المجموعة توبي هقول له ايوة. كمان عندك الكوبالت بيدخل في البطاريات القابلة لعادة ايه الشحن في المجموعة التامنة برضو. يبقى الاختيار بتاع الجي. السؤال رقم خمستاشر. بقول لي جميع المركبات الاتية تتنافر مع المجال المغناطيسي مع ده. يعني كلها ضاية مع ده. ده عندك هنا دي فيها خمسة. يبقى ده بارة مغناطيسي. يبقى هو كله مع ده. طبعا هنا البناديوم الخماسي بيبقى عنده دي فاضية. الخرسين السنائي بيبقى دي فيها عشرة. يبقى ضاية. سكانديوم السلاسة دي بتاعته فاضية. يبقى كلهم ايه ضاية مع ده الف. وروح بعد كده ليه سؤال رقم ستاشر. اكس وي وزد تلات عناصر متتالية. تقع في نفس السلسلة الانتقالية. بيقول لي هنا الزد اكبر من الواي اكبر من الاكس في العدد الزاري. يعني هما تلات عناصر متتالية. فالزد اكبر في العدد الزاري. فانت هما هيكون ترتيب بتاعهم كده اكس. واي. زد دول مترتيبهم في السلسلة. طيب. بقول لي هنا وتقع في الدورة الخامسة. يعني دول هايبقوا موجودين في الدورة الخامسة. يعني سلسلة انتقالية ايه? تانية. يعني هيتتبع فيهم وامتلاء المصالة الفرعي. فايف ايه فور دي. تمام. فاذا كان العنصر زد يقع او يدخل في صناعة البطاريات القابلة لاعادة الشهر. يبقى العنصر ده الكادميوم. اللي قابل الكادميوم هيبقى الفضة واللي قابله هتبص في الجدول ويجيبه. طيب. بيقول لي هنا كده. فان العنصر واي يقع في المجموعة. طبعا انت عندك ده هيبقى في المجموعة تو بي. اللي قابله في المجموعة وان بي. والعنصر ايكس هيبقى في المجموعة هي التامنة. يبقى العنصر واي بيقع في المجموعة وان بي اللي هو الاختيار با. نروح بعد كده لسؤال رقم 17. اي الايونات التالية لها الحجم الاكبر? طبعا النسبة هنا كل الايونات بتاعت السلسية. فهتقول النسبة بين احجام الايونات كالنسبة بين احجام الزرات ازا تساوت في اعداد التأكسد. النسبة بين احجام الايونات هتساوي النسبة بين احجام الزرات ازا تساوت اعداد الايه التأكسد تقريبا. فانت عندك واحنا ماشيين في السلسلة اللي بيحصل. الحجم الزر بيقيله وبعد كده بيحصل له ايه سبات. كنا بدقين من عند مين? السكانديوم. يبقى السكانديوم فوق. طيب بعد كده بيحصل سبات. من اول مين? من اول الكروم. لحد ما توصل لمين? للنحاس. طيب فهنا الحجم الاجبر هيكون لمين? للسكنديم. يلي هو الاختيار بقى. السكنديم فوق. بعد منه تيتانيوم. بعد منه فاناديوم. بعد منه كروم. وهكذا. يبقى احنا عندنا السكنديم اكبر وم حجما زريا ينبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار بقى. نروح بعد كده للسؤال رقم 18. ادرس الشكل البياني اللازي امامك ثم اجب عن الات. اذا علمت ان ايه وبي وسي ودي اربع عناصر انتقالية متتالية. يقعوا في السلسلة الانتقالية الاولى. اي بي سي دي. اربع عناصر متتالية اهو. في السلسلة الانتقالية الايه الاولى. هنا جايب لكتلة زرية. طيب المفروض ان الكتلة زرية بتزيد بيشوز عن ذلك الايه? اني كلا لان ويل متتالية. يبقى ده نيكل. اللي بعد النيكل هيبقى نحاس. اللي قبل النيكل هيبقى كوبلت. اللي قبل الكوبلت بيبقى حديد. فانا كده حددت العناصر بتاعتي. فبيقول لي هنا طبعا التلاتة ده هم من بيقعوا في مجموعة واحدة اللي هي المجموعة التامنة. بيقول لي البي والسي والدي يقع في نفس المجموعة. هقول له لا. لان دي بتقع في المجموعة وانبي. البي والسي والاي او الاي والسي والبي يقع في نفس المجموعة. الاي والبي والسي بيقع في نفس المجموعة. هقول له ايو اللي هي المجموعة هي المجموعة التامنة. طيب. ادي جميع مركبات وضاية. وغير ملونة. هقول له لا. لما بيكون سناي بيبقى بورة وملوة. هنا بيقول لي في التوصيل الكهرابي البي اللي هو الكوبلت اقل توصيل من السي من نيكل والسي اكبر من الدي اكبرهم توصيل الكهرابي بيكون من الدي فطبعا دي هتا تبقى خطأ. روح بعد كده لسؤال رقم كيان تسعتاشر. ادرس الشكل الذي امامك حيث يعبر عن العلاقة بين عدد الالكترونات في المستوى الفرعي. سري دي. والعدد الزري لعناصر السلسلة الانتقالية الايه? الاولى ثم اجب عن الات. طيب احنا عندنا هنا عدد الالكترونات المفردة في الدي بيتساوف هين? بيتساوف الكروم. الدي بتاعته بيقى خمسة. وبيتساوف المنجنيز. الدي بتاعته برضو بيكون فا كام خمسة? وهنا بيتساوف النحاس الدي بيكون فا عشرة. يبقى هنا كده سي يوم. وبيكون مع الخرصين. الدي برضو بيكون فا عشرة. يبقى انا كده حددت العناصر بتاعتي كروم منجنيز. نحاس خرصين. فبيقول لي هنا ايه بقى? ثم اجب عن الات. الترتيب الصحيح لهذه العناصر من حيث عدد الالكترونات المفردة. من حيث عدد الالكترونات المفردة. الكروم بيكون عنده ست الالكترونات مفردة. المنجنيز بيكون عنده خمس الالكترونات. ان حاسب يكون عنده الكترون واحد في الاس. والدي بيكون عنده صفر. يبقى الترتيب بتاعنا زي ما هو موجود. اي اكبر اكبر اي اكبر اي اكبر اكبر اي 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 ادل. مرواح بعد كده له السؤال رقم عشرين وهو اخر سؤال في حلقة اليوم. بيقول هنا ايا من القاتي صحيح بعد دراسته بعد دراستك للشكل البياني جايل. طبعا احنا قلنا ده كروم. ده مانجنيز. ده نحاس. ده خرصين. زد ده. جهد التقاين التالت لبي اقل من جهد التقاين التالت للعنصر الذي يليه. بي اللي هو مين? بي اللي هو المانجنيز. جهد التقاين التالت بتاعه بيكون اكبر من جهد التقاين التالت ل pied? العنصر الذي يليه اللي هو الحديد لان الحديد بيكون غير مستقرة. فبقي القد الكترون بسهولة. بقى ده هدete مش نافى. الا اكبر من البي اكبر من السي في الحجم الزري. الا اكبر من البي اكبر من السي في الحجم الزري. اللي هو النحاس لو رجعت الحجم الزري هتلاقيه اكبر منهم حجماً زرياً شويل. بقى ده مش نافى. او بيبقى فيه ثابات نسبة في الحجم. طيب عندك جميع مركبات السي غير ملونة احنا قلنا السي بيبقى مركبات ملونة ومركبات غير ملونة على حسب حالة التأكسون. جهد التأيون التالت للبي اكبر من جهد التأيون طبعا دال عكس الف وحنا قلنا الف غلط يبقى الاختيار بتاعنا دال صحيح. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة. توقف يا شباب في مو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.